رغم أنها من أكثر الألعاب القتالية انتشارا وأقبالا إلا أن لعبة الكاراتي بالعالم تدخل اليوم منعطف تاريخي وهام جدا حيث راح تكون حاضرة ولأول مرة في الألعاب الأولمبية في هذا العام في دورة توكيو راح نحاول من خلال فقرة ضيفة نسبورت أن نتعرف أكثر على الكاراتي العراقية وخير من سيتحدث عنها أكيد لاعب المنتخب السابق والمدرب الحالي سعدون العنكوشي ونائب رئيس الاتحاد العربي للحماية الشخصية ورئيس لجنة الفنون القتالية في نقابة الرياضيين العراقيين والحكم الدولي أهلا وسهلا بك وحياكا لك كابتن سعدون بلي بداية أنا راح بحضرتك وبضيوف الكرام بداية نحن بداية 1993 يعني عمره كان 13 سنة بداية الكاراتية في ناة التضامن بداية يعني هوات الكرة القدم حين كان عمره 10 سنوات فأصدقائي بالكاراتية الكابتن حاذر محمد حسن وأحمد محمد حسن أصدقائي هاوين هاي اللعبة فدخلت وياه هماني نعم فمن دخلت انطلقت منها التضامن تحت مدربين محترفين ومؤسسين للعبة الكاراتية في النجف في 1979 هو الكابتن محمود عكاوي من بعده رشيد الوائلي بس أنا ما لحقت عليهم يعني دربت عليهم تحت يعني مدة زمينية قصيرة نقول فد سبت شهور ومن بعدها من بعده المدرب المنتخب الوطني ولاعب المنتخب الوطني السابق الاستاذ فائز حسين شعبان والدكتور عباس الغراري وانطلقنا في مرحلة الكاتا والقتال أكثر المراحل اشتركنا بيها على منتخب النجف حصلنا المراكز أولا ومتطورة وكان في ذاك الزمان نخبة من الرياضين والأبطال مثل عبدالزهرة نعم والأخ والدي والأستاذ أحمد عبدالزهرة الأخ والدي وأحمد عبدالحسن وحامد عبدالشهيد هذا جينا والكابتن فتاح الفتلاوي عبدالفتاح الفتلاوي من عدها حققنا إنجازات في النجف وإنجازات في الفرات الأوسط وصعدنا للبطولة المنتخب الوطني بعد أحراز كاتا فرقي أنا وأستاذ فتاح وغزوان الربائح من نهل بغداد نعم تكننا فريق واحد حلو طيب هذا الفريق شو كانت أبرز إنجازاتك قبل أنتعدون بدأت انطلاقتنا نعم أو إنجازاتك أنت على مستوى الشخصي نحن حققنا أول حققنا إنجازات أول مرة على القطر وبعدها بالأخير يتسعد منتخب الوطني يعني على القطر أول بطولة حققناها هو ثاني كاتا فرقي كانت بغداد حلو قاعة صدام سابقا نحن حققنا بالفردي بالحلة بابل ومن عدها بعد رأسنا انطلقنا للمنتخب الوطني كان مدرب المنتخب الوطني الله يرحمه بعد ما يذكرني والله صار رئيس الاتحاد العراقي نعم علي شاكر نعم علي شاكر الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كتله باللطيفية الله يرحمه هذا علي شاكر هو بعد أفضل إنجاز حققه هو ثاني على الوطن العربي بالكاتا اختصاصها كاتا من شافنا بالبطولة حقق الإنجازات دعانا للمنتخب الوطني آني وقصي وهادي من نهل الباصرة ورشيد ونائل نائل نائل أستاذ نائل وعبد الفتاح الفتلاوي فدربنا بغداد في 2001 من عدها على أساس نشارك بطولة الأردن فصالت الحرب العراقية فعلى أساس نشترك بالمنتخب الوطني نطلع بطولة بالأردن وبمصر نشارك بها فطعني فقط للأردن كان اللقاء ودي حقق الإنجازات به من عدها تفلش الاتحاد العراقي خذ القرار لحد لا منعرفه شنوه القرار هو غير صائب أتوقع عن الرأي الشخصي نعم حل المنتخب الوطني وحل جميع الخط الأول بالعراق يعني بدأ من الناشئين والشباب نعم يمكن هي الفترة اللي كانت فهذا القرار اللي اتخذ الاتحاد العراقي نعم أي الفترة اللي كانت دخول القوات الأمريكية للعراق ومن بعدها حققوا من بعدها خذ هذا الاتحاد العراقي خذ هذا القرار نعم طيب كابتن لو اليوم جننا نتحدث على الواقع الآن ومستوى الكاراتيل العراقية سواء كانت من أندية ومتخبات مقارنة بنظيراتها العربية والقارية هل اليوم نلاقي الكاراتيل العراقية ترتقي أنها تنافس؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله العراق شارك بها بطولة فرنسا بطولة فرنسا المؤهلات تصفيات توكيو 2021 والكاراتية تدني اللعبة فردية حالة على الأعاب الفردية أه تدرينا العاب الفردية عموما بالعراق هي الأعاب مظلومة دعم ماكو لا من الاندية لا من مؤسسات لا من المسؤولين لا من المحافظة لا من الإجنة أولمبية فقط نحن أنظرنا على كرة القدم والاتحاد العراقي المركزي بقيادة الدكتور عادل أيدان ما قصني يعني نتعتقد أنني من جابة شخصي وخذ لاعب عندنا من الشمال شارك حاليا وفاز على اللاعب القطري وفاز على اللاعب الفرنسي بس ما تأهل ما وفق الحق ما وفق الحظ إن شاء الله حظ أوفر إليه هو قدم يعني أعظم ما في محل العلم نحن تدرينا لعاء محسكرات عندنا تدريبية اللاعب كون محسكر تدريبي كون مدرب صحي خصائلة كون دكتورة خصائي فالتدريم فعجلة نحن عندنا التأشيرة ماتينة هي التأشيرة وحدة ثلاثة شرطة لو تتطلع موافقة لو تتطلع بالعراق نعم فنحن الألعاب الفردية عموما إذا أريد أن أتحدث عن حلقات مظلومة ومن جهة اللاعب نحن حالياً فاتحين عدة مراكز وأنديب فاتحين عدة مراكز طبعاً أترككم أشكر عباء الإبهات يحبون هذه اللعبة والأطفال هم يحبون هذه اللعبة يخسرون من جئة وهم تبقى هذه اللعبة محافظة نعم كابتن يوم الكاراتيل دخلت الألعاب الأولمبية إن شاء الله يا رب الكاراتيل يوم دخلت الألعاب الأولمبية وهذا الموضوع يطلب اهتمام أكبر بالناشئين والمنتخبات هل هناك اهتمام بهذا الموضوع على المستوى الحكومي؟ وين نحن من تمثيل الكاراتيل العراقية في الأولمبياد المقبل؟ إن شاء الله نحن مثلنا بطولة طوكي قبل الأسبوع نحن لاعب من السفر من الشمال إن شاء الله نطمح الموضوع هو إن شاء الله وزارة الشباب الرياضة واللجنة العربية الخلاف البينات هم هذا ليس صالح الرياضة العراقية خصوصاً نحن للعاب الفردية نحن ألم أن نطمح نطمح الوزارة تدعم اللجنة العربية اللجنة العربية تدعم الأندية ومن أدها الأندية ينطلق اللاعب نحن نطمح أكثر من اللقاء نحن التقينا شنو سبب تدن الرياضة بالعراق هو السبب واضح هو التربية وزارة التربية ستجيلي وزارة التربية شعلها نحن كل نحن نشأنا من الابتدائية من المدارس كل إنسان إلى حلم إلى هواية بأي لعبة ومجال فقط كاراتية أكو واحد حلم بالسلة أي فتدري بس المادة وكلها تدري بس المادة هي السبب الرئيسي والأساسي بتدني المستوى ومستوى اللاعب طيب كابتن اليوم أنت تقدر أن تقيم الوضع الكاراتية العراقية بشكل عام أنه جيد وأفضل من قبل طيب اليوم شنو نصيحتك الممكن أن تقدمها لكل الأشخاص المهتمين بهذا المجال وللأهالي اللي عندهم أشخاص موهوبين وحبين أن يستلكون هذا الطريق طبعا رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي يعني ما طول عندنا هناك مجال وعندنا هناك مقعد يقدر يقدم الدعم ومساعده اللاعب يصعد بأعلى نجازات قبل أن نخرج من أضوية الاتحاد العربي يعني الأراغ ضعيف كان ولكن حالياً العراق قوي بقيادة الدكتور حاد العيدان ما طول عندنا هناك مقعد ما طول عندنا هناك سلطة ومنصب فرصة لللاعب نحن محرومين من أدب ذاك الوقت ولكن فرصة لللاعب وفرصة للأهالي وفرصة لللاعب يطور روحه صح هو راح يتعب على روحه فكلنا بدنا نخسر من جيوبنا يعني أكثر من دورة شاركنا بالمناسبة في 2005 نحن نتفلش المنتخب الوطني نعم اتجأنا للتدريب يعني في 2005 أنا مدرب ثاني في ناة التضامن كان المدرب الأول عبد الزهرة من صارت عنده ظروف الكابتن عبد الزهرة صرت المدرب الأول أنا وأستاذ عمار حققنا أفضل إنجازات طلعوا من عندنا لاعبين منتخب بطني مثل باسم مثل عباس زهراوي خليل الله يرحمه استشهد كثيراً لاعبين طلعوا عندنا حصلت أحزام أسود يعني لاعب الأدي ما حصل أحزام أسود يعني أربعة أسود وحقق أفضل إنجازات والآن لم نرى واحد المسؤولين ذكره ولكننا نحن عموماً كراتية بالعراف خصوصاً في محاوظة النجف ماكو مسؤول يجا فاديوم زارنا القاحة يابش محتازين إحنا شغلاتنا كلش جداً بسيطة مجرد بدلة واقية واقية أسنان وبساط غيرها ما نحتاج يعني صرفيات الكراتية قدام الستسا وقدام الناس وأنا مسؤول عن كلامي خمسة وعشرين مليون يعني احتياط مع اللاعب سلة مقدمة يظهر لك منتخب يعني يجيب لك نتائج ما متوقع حال فالله يعني نعمل نحن اليوم كافتن انه تاخذ فقط الاهتمام اللي تستحق انه اليوم عندنا شباب عندنا طاقات عندنا مواهب احنا واثقين هتقدر ان ترتقي باسم العراق بأعلى المستويات فان شاء الله يا رب انه لعل لقائنا يكون بادلة خير وبداية خير لهذا المنتخب ان شاء الله والله نعمل نعمل ان شاء الله ان شاء الله بس دعم بسيطة حاليا اسمعنا الاتحاد العراق راح يسترم مبلغ كل الاتحادات يعني اللعبات راح يسترمون مبلغ على موت تقدرين حصلنا ثلاث سنوات ماكو بطولة محلية لان فلوس ماكو صح يعني الاتحاد رايز شيش طول انا اسم مكان الاتحاد فلوس ما عدي شغل دا قدماني بس بطولات اونلاين دورات اونلاين مو مثل احنا شغلتنا عملي مو نظري احنا شغلتنا عملي يعني لازم لقاءات لازم بطولات اللاعب ذا ما قدي يصير احتكاك باللاعب الثاني يعني انا منتخب مثلا محافظة ما يلتقي منتخب ثاني واحتكاك شون تطلع اللعبة شون تطور صحيح ان شاء الله يا رب احنا نقبل الخير اكيد احنا نقبل الخير اكيد بوصلتنا الضوء اليوم على موضوعنا لهذا اليوم اكيد شكرا جزيلا لوجودك ويانا كابتن سعدون العنكوشي وان شاء الله رقاء اخر شكرا اليك شكرا اليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة